طيب تمام عم بعمل ريكورد هلأ بحاول أنا أرفع لكم إياها على الفيسبوك طيب هلأ نحنا في عنا النوع الثاني النوع الثاني من المواد التحريرية أو المواد الإعلامية هو نوع الرأي ومواد الرأي والمقالات واللي بتندرج بالافتتاحيات واللي بندرج تحت التعليق واللي بندرج عليها العمود الصحفي مين بيعرف شعني افتتاحية؟ طيب إذا ما بتعرفو رح أحكي لكم شوي عن افتتاحية لأنه كتير مهم تعرفو شوي عن افتتاحية لازم العلاقة إيه محاسن تفضل العلاقة بكلمة الافتتاحية اللي بيكتبها رئيس تحرير بداية المجلة إيه يا عيني عليك حلو حلو الكلام يا ريت تكونوا سمعتوا محاسن شو قالت إذن الافتتاحية نحن هي محمد كمان رح أعطيك تحكي هي الزاوية أو هي هاي الفقرة اللي بتجي على طرف الجريدة إذا كنا عم نحكي بهذاك الوقت إذا فتحنا جريدة وبدنا نقرأ جريدة فهي هذا المقال أو هاي العمود أو هاي الزاوية اللي موجودة على طرف من الصفحة الأولى حصراً للجريدة طيب هلها حتقولولي الافتتاحية بالراديو والتلفزيون كيف تكون؟ محمد أحكي نعاتل نشوف طيب أنا ممكن جاوب أنه هي الافتتاحية كانت مقتصرة على الصحافة الورقية بالبداية على صفحة الغلاب بيكتبها مثل ما تفضلت الأستاذة محاسن بأي ستحرير بعدين فينا نقول من الأوائل بالشرق الأوسط اللي قرأوا لقصة الافتتاحية هي قناة الجديد حيث صارت أنه تعمل افتتاحية للنشرات الإخبارية من كتابة تقويف التحرير ممكن بعدين أنه الإعلامي أو المقدم للنشرة الأخبار هو اللي يلقيها حتى بالراديو بعدين أنه صارت ممارسة بهذا الشكل حلو حلو هذا الكلام الرائع وبالفعل أنت اختصرت الكلام اللي بديقوله الافتتاحية بالأنواع الرادية والتلفزيون موجودة وحتى أيضا موجودة بالمواقع الإلكترونية شو يعني المواقع الإلكترونية؟ المواقع الإلكترونية غالباً عم تكون مواقع إخبارية غالباً عم تكون المنصة الإلكترونية للقناة أو الجريدة الموجودة المطبوعة بشكل مطبوع أو حتى عم تكون منصة مستقلة قائمة بحد ذاتها أو ربما تكون الموقع الإلكتروني لوكالة أخبار أو وكالة وكالة أنباء موجودة. إذن حتى هدول المواقع اللي موجودة بالفضاء الكتروني إذا كانوا عم يهتموا بالجانب التحريري بشكل يعني احترافي فلازم يكون في عندهم هذا الشي اللي اسمه افتتاحية هذا النوع من مواد الرئية اللي هو الافتتاحية مثل ما أنت لكم إذا كان بشكل مطبوع أو بشكل ورقي لازم يكون بالصفحة الأولى وبيكتب رئيس التحرير وإذا ما كان بشكل مكتوب فهو مرئي أو مسموع فهو بيكون ببداية المادة أو نشرة الأخبار يلي عم تتقدم أو عم تقدم بالراديو أو حتى التلفزيون أو مثل ما أنت لكم أي منصة الكترونية تاني. إذن هاي هي الافتتاحية والافتتاحية تحمل كل الرأي والرأي هي أم الرأي يعني رأي يلي بيعكس سياسة تحرير الوسيلة يلي عم يعني تنشر بإسمه يعني مثلا إذا مثل ما قال محمد الجديد الجديد هي قناة إخبارية أو ما نفهم في مكتوبة نقول هي قناة إخبارية هي قناة على محسوبة على التيار من التيارات اللبنانية ولو أنه أنت ممكن تشوف بالافتتاحية مي ممكن ممتابع أي نشرة أخبار للجديد بتصور كل نحن نتابعين نشرات أخبير أخبار الجديد ولو يمكن خمس دقايق منه وبنسمع هيا الافتتاحية المعمقة اللي بتكون كلها زخم 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 بالآراء عم تلاطشك ملاطشة ما عم تعرف أنت معهد ولا معهد معهد ولا معهد وبس بالنهاية هي عاكسة رأيه سياسة تحرير أو صاحب شوفوا هون بالافتتاحية فينا نقول صاحب القناة إذا مو سياسة تحرير الجريدة فينا نقول صاحب القناة فينا نقول الممول للقناة فينا نقول الحزب يلي عم تنادي باسم القناة أو الجهة يلي عم تمثلها القناة تمام؟ فإذن هاي الافتتاحية هيك لازم تكون تحكي رأيه ربما تحكي بسطر واحد الخبر اللي صار وتعلق عليه وطعت رأيه عنه. الزاوية هي من اسمها زاوية عم تاخد أحد الزوايا الموجودة بالجريدة أو حتى كمان أحد فينا نحكي الفقرات الموجودة بأي برنامج إخباري أو برنامج موجودة على القنوات التلفزيونية أو حتى على الراديو تاخد فقرة معينة ووقت معين مدة زمنية معينة وبنحكي فيها أيضا الرأي بشكل مفصل ودقيق وهون الرأي مين عم يكون يا حزركم؟ لمين؟ هالمرة للجريدة أو للقناة؟ لا. هون؟ مين اللي عم يحكي تفضل؟ بالمتابع عفوا محمود أو محمد فضل محمد ونفس الشيء أنت هون عم تقول ممكن يكون محمود عم يقول ممكن متابع ممكن هلأ فينا نحكي هاي النوع النوع آخر في أعمدة في اسمه عمود غير الزاوية في عمود هذا ممكن مخصص للقراء أي قارئ حابب يكتب مادة عن رأيه بموضوع معين أي ممكن المتابع هو بذات نفسه بريد القراء إذا فيكن فيه تذكروا من هذاك الزمن ممكن يكون هو اللي عم يكتب هاي المادة بحد ذاتها لكن الزاوية بيقدر أي حدا يكتب فيها غالبا ما بيكون هو محلل شخص محلل لحدث معين ربما متابع الشؤون الاقتصادية أو الأوضاع المعيشية المجتمعية الموجودة بمجتمع معين فهو بده يحكي عن غلاء واتفاع الأسعار موجود اللي صاير بسوريا هذا الشخص ربما يكون من خارج الوسيل الكادر الصحيفة أو حتى من خارج البرنامج اللي عم ينعرض على من خارج كادر الوسيلة الإعلامية العاملين في هاي الوسيلة وربما يكون من أحد أفراد هدول الكوادر إذن بيقدر يكتب بالعمود أي حدا ويقدر يعبر على رأيه تخضى لمحاسن صحيح لا مو سؤال هو بس رأيي أنه صاحب الجريد لأنني كنت فيها بالإمارات صحيح كان فيه بكل ملحقية كانت تزور منها ملحق رياضي ملحق اقتصادي ملحق ثقافي وبالإضافة للملحقات أخرى يعني بأيام معينة كان كل ملحق في زاوية معينة بيستكتبوا الناس حتى من خارج البلد يعني محللين اقتصاديين محللين رياضيين مصريين أو عراقين أو سوريين من الخارج بيكتبوا رأيهم بعمود أو زاوية بالجريدة أو بالجريدة اللي عم تشتغل فيها حلو كتير كلامك بالفعل إذن هاي وضحت عنا رؤية العمود أنا ما بعرف إذا بقدر بهذا الكورس ركز عليه ركز على مواد الرأي لأنه بتصور هاي مواد الرأي خلونا نعملها هيك جلسة لحال مخمخة لأنه بدا بدا يكون الواحد يعود يعني يمسك كل شخص فيكن ويطلع عنده شلون بيقدر يكتب افتتاحية بعطيكن خبر بقلكون روحوا عطوني افتتاحية واعتبروا حالك أنت رئيس تحرير مثلا قناة فلانية تابعة لأي جيها معينة أو أنت مثلا اكتبي لي هاي الافتتاحية على اعتبارك رئيس التحرير لمجلة نسوية مثلا مجلة نسوية منعك شوية النسوية هي ناطقة اسم السيدات أو الإناث الموجودين بمجتمع من المجتمعات وربما داعمة لأمور التعليم هون كيف حتكون بقى افتتاحيتك يا بدور أو محازن أو سوسن انتو كيف فيكن تكتبوا ممكن تتعبروا وتأبدعوا بهذا المجال طبعا الافتتاحية هون كمان ما لازم نكون نحنا لنا طابع أدبي انتبهوا هلا أنا لحد الآن أنا ما عمقلكون أنه ممكن تعطوا رأيكم بس ما تعطوا رأيكم بشكل أدبي أو بلاغي بكل الأنواع حاولوا بعده عن هذا الجانب حاولوا بعده قدر المستطاع انتبهوا من الجوانب الأدبية تاخدكن لهذا المجال لربما الجانب الوحيد اللي بتقدروا شويها تحكوا بأسلوب أدبي هو المقال اللي هو آخر نوع عنها فيكن يكون عندكن إذا تسمعوا أنتو سمعانين مقال أدبي دائما يعني دائما بتحسوهم مزوئين ببعض لكن ليس شرطا أن يكون أدبيا يعني بامتيازوا أنه تتعبروا بشكل واضح وصريح بهذه الأساليب البلاغية والأدبية مو شرط وفي بعض الأحيان في بعض الوسائل الإعلامية بتحرم أنه يتستخدم اللغة الأدبية بالمقال وإنما لازم يكون بطابع رأي متجرد عن الأساليب البلاغية والأدبية يعني طبعا نحن بنعرف أنه الأدب أو طريقة الكتابة الأدبية هي نوع من النوع الكتابات الموجودة على بحياتنا يعني في عنا كتابة الإعلامية في عنا كتابة الأدبية وفي أنواع أخرى إكيز بنقدر نحن نجمع بيناتهم بحيث نحصل على مادة لا لها أدبية بحثة ولا لها إعلامية جافة متجردة بإمتياز في حتى بس عندها سؤال موعد فيه هون في كم جلسة المحاضرة كلها هلأ نحن جلستنا تقريبا بدور حتكون خمس جلسات رح حاول يا كسف واضغطهم يا أنه لا بالعكس نؤثر مدة المحاضرة ونطولهم بشكل متباعد رح نشوف هذا الحكي بنهاية الجلسة طيب هلأ نحن رح خلون نروح للنوع الثالث النوع الثالث هو النوع الاستقصائي يا جماعة النوع الاستقصائي هذا النوع الاستقصائي صايرين العالم ونكون شفافين وواضحين وصريحين الصحفي الاستقصائي هو الصحفي اللي بيقبر الفئر شو يعني بيقبر الفئر يعني هو يلي دارج هالأيام ومادياته منيحة إذا بنا نحكي بأسلوب هيك يعني الصحبة والرفقة ليش الصحفي الاستقصائي عم يبزل جهد يعني ربما يعرض حياته للخطر أيضا لحتى يطلع معلومة ويوصل لمادة إعلامية متكاملة الجوانب عم ربما عم تجرم أحد الأشخاص ربما عم تكشف حقيقة أحد المشاكل اللي صايرة بأحد مؤسسات الدولة ربما عم تفضح أحد الجهات ليش؟ ربما أيضا هي عم تشهيد تشهيد بدور أحد الجهات بالصحافة الاستقصائية ليش إذن الصحفي الاستقصائي هو صحفي شامل إذا فينا نحكي الصحفي الاستقصائي ليش؟ أنه أنت لكم عم يكون نازل على الميدان ربما عم يعرض حياته الخطر ببعض الأحيان وهو عم يبحث عن المعلومة ويدور عن أدلة وبراهين وشهود وحجاج وأحصائيات دقيقة لحتى يقدر يكتب هالمادة الاستقصائية تضلي محاسن سألش سؤالك أو إذا عندك إضافة لا هاي قديمة ما بحسن كيش عم يطلع عندي أنا غريب ما بعرف فما في مشكلة خلينا نحن اللي كان نكمل إذن من أنواع التحقيق أو من أنواع الاقصائية المواد الاستقصائية المواد الإعلامية الاستقصائية أول نوع وملك هذه الأنواع هو التحقيق التحقيق الاستقصائي هاي طبعا بالإنجليزي هي هاي الكلمة اللي صايرة يعني عم تكتر بهالزمن كنا بتصور محمد مو من هذا الجيل يعني محمد إجا بعد شوي ربما التحقيقات وقت كنا نقرأ وقت كنا صغار على زمن أمي أو على زمن أبهاتنا حتى كمان وكان كنا نقرأ تحقيق مرة بالشهر أحيانا مرة كالشهرين نقرأه ونتحمس لنقرأه يعني نكون متحمسين ومندفعين لنعرف شو هذا التحقيق اللي نازل بأحد الجرايد الرسمية أو حتى الجرايد الموجودة بالوسط اللي نحن عايشين فيه لكن لحد الآن أو بسبب موجة هالإعلام وسرعة الحصول على المعلومة وإمكانية أنت دخولك للحصول على المصادر من جهات أسرع بكتير من وقت كنا نحنا أيام زمان صارت عم تكتر هالأنواع الاستقصائية بهذا الزمن طيب حنحكي شو يعني التحقيق وأستطلع الرأي والبروفايل السيرة الزاتية البروفايل السيرة الزاتية حبلش لكم فيه بالنهاية مواضح معلومة يعني بصور كلها عدنا منعش شو يعني السيرة الزاتية السيرة الزاتية إنو أنا أكتب مادة عن هذا الشخص شو يعني مادة عن هذا الشخص يعني بدي يعرف عن تفاصيل حياة بدي يعرف عنه شو دارس شو عامل بدي استقصي من كلمة استقصاء لهيك إجت هاي المواد بدي استقصي ما بدي اعتمد عليه هو بنفسه لهذا الزلم اللي عم بحكي عنه وهو عم يجب لي هاي المعلومات لا لا أبدا ما بأخذ مصادري من الشخص نفسه اللي أنا بدي أحكي عنه لا ليش اسمه استقصاء لأنه أنا بروح بسأل عنه من المحيط بسأل عنه من أقرب الناس له بسأل عنه من أبعد الناس له بأخذ معلومات من كل الجوانب لحتى أنا أقعد وعلى هالدسك دسك الأخبار أو طاولتي بقعد بكتوف فيها شو هذا الزلم شو قسطه بحاول قدر المستطاع كون متجريدة هون أنتو مالك مضطرة تحطي رأي تمام بالمواد الاستقصائية مالك مضطرين تحطوا رأي إلا اللهم في حال كان سياسة الوسيلة بدأ تظهر هاد البروفايل اللي عم نحكي عنه شو عن البروفايل يعني هذا الشخص اللي عم بكتب عنه بأسلوب معين ولأنه هذا طبعا بنافي مهنية وأساسيات وأخلاقيات الصحافة فهذا الشي يعني شي موضوع تاني صار إذن المواضيع الاستقصائية أو التحقيقات انت لكم يعني البروفايل هون نحنا بشكل يعني دقيق نحكي عن سيرة ذاتية لأي شخص أم تدرس أم توليد تفاصيل حياته وخاصة السيرة الذاتية للأشخاص اللي عندهم إشكالية وجدل شو يعني جدل جدل يعني ربما كان معارض صار مؤيد مثلا ربما المتحولين الجنسيين هدول الأشخاص الشزوز في تير هلأ من الجرايد والصحف وحتى المواقح عم تستقطب هدول المواد لحتى تعمل شد وجذب ويصير يقرى الواحد ويعني هيك بست يعرف أنه عن جد شلون تحول هات لشوف من أي سنة لأي سنة شلون عمل هيك هدول للأسف نوع من أنواع المواد اللي عم تعمل جذب فعلا وعم تعمل قراءة ومشاهدات عالية لكن هي يعني مو أهم من الموجود أكيد يعني ومن البلاوية الموجودة أو حتى من إنجازات الأشخاص اللي بتستحق تسليط تضوى عليها بشكل حقيقي من العلماء الباحسين المفكرين المبدعين المبتكرين وغيره من الشخصيات استطلاع رأي استطلاع رأي موضوع سهل أنك أنت تنزل على الشارع وتروح تستطع رأي مجموعة من الناس سواء كان بشكل عشوائي أو بشكل دقيق أنت مقصود عينة مقصودة عمدية هاي فيني أولى إنه أنا رايح هشوف طلاب المدارس تبع صف السادس عم يعانوا من مشكلة معينة بالمناهج فأنا بديروح استطلع أنا كصحفية بنزل أنا والكاميرامان تبعي المصور ومننزل بنروح نستطلع رأي هدول الطلاب هذا هو اسمه استطلع رأي ليش بندرج من الأنواع الاستقصائية لأنه أنا بدي أعرف معلومات أنا بذاتي كصحفي ما عندي معلومة دقيقة فأنا بديروح شوف على أرض الواقع شو هذا التفصيل التحقيق هو النوع الشامل مثل ما قد لكم هو هذا الصحفي اللي بيقدر يوصل لمرحلة كتابة التحقيق هو صحفي ترفع له القبعة التحقيق لأنه على شو قائم قائم على كتير من المواضيع اللي لها علاقة بحيسيات الخبر وأيضاً ربما تفاصيل ويعني جزئيات موجودة في الخبر مخفية ما قدر الصحفي اللي عم يحرر أخبار بشكل يومي يستكشفها وإنما الصحفي الاستقصائي هو اللي قدر يبحث بأعماقها ويستكشف ويحلل ويعلق وطبعاً انتبهوا وقت بدوا يحلل ويعلق ما لازم هو اللي يحلل ويعلق كصحفي لا أبداً وإنما بيستعين بمحللين ومعلقين على هذا الموضوع يعني أنتوا أبداً مستحيل تشوفوا أي تحقيق نزل بأي وسيلة إعلامية هلأ إذا فتحتوا الجوجل اللي عندكم وكتبوا تحقيق حول فلان الفلان أو حول أو أي قضية موجودة مستحيل ما يكون هذا التحقيق عندي 2 و3 من الأشخاص اللي هنن عم يتأخذ رأيهم واحد عم بحكي مثلاً عم بأخذ رأيه بموضوع فساد الأدوية عم بأخذ رأي الصيدلاني إنه شلون هذا الصيدلاني أنجد هاي الأدوية قدش ممكن تعمل ضرر على مثلاً اللي شربوها وما كانوا منتبهين لهذا الموضوع لهذا المشكلة هاي ممكن أنا أخذ رأي أحد المحققين بجرائم الأدوية جرائم الفساد الأدوية يحكينا كيف بيتم تعامل معهم من ناحية القضاء أو من ناحية يعني بالناحية التحقيقية أو القضائية إذا فينا نحكيك عن هذا الموضوع إذن أنا هون فيني أحكي ممكن جيب أحد الشهود أيضاً بالتحقيق نسمح لك أنت كصحفي جيب برأي شخص من الأشخاص اللي شربوا هاي الأدوية وتعاطوها أو تناولوها وهن ما بيعرفوا إنها منفازدة وشو أثرت عليه وشلون تأثروا أو ما تأثروا وأحكي بالتحقيق عن هدول كل هاتفاصيل إذن بالتحقيق مسمح لك أنت تحكي كل حيسيات اللي إلها علاقة بالجزئية العريضة والعامة مثل ما تلكم فساد الأدوية بمنطقة بمنطقة معينة بسوريا وممكن أحكي عنا بالتفصيل بداخل هذا التحقيق مع يعني أهم شي قائم التحقيق على إرفاق الأدلة والشهود والإحصائيات وأيضا الحجاج المثبتة يلي تعطيني المادة الصحفية مادة متكاملة أنا قدرت أفهم أنه قضية الفساد ما لا جديدة والله لك وفي قضية صايرة بالزمنات نفس هذا بنفس بنفس هالدوة مثلا أو بهاي النوعية الدوة صايرة بهذاك الزمن وهيك تعاملوا معها إذن أنا بقدر كمان جيب لورا أرجع لخلفيات قديمة عن نفس الموضوع وأحكيها بالتحقيق إن شاء الله تكون وضحت صورة المواد الاستقصائية نحن ننتقل للمادة اللي لازم أنا بلش فيها بتصور صار الوقت هلأ منيح 6 ونص في عنا شي اسمه الخبر شو رأي يكون نبلش طبعا تفضلي هلأ كمان بالتحقيق لازم نجيب رأي الطرف الآخر يعني مثلا المثال اللي حضرتك طرحتي عن فساد الأدوية لازم نجيب رأي الحكومة أو حدا من جهة الحكومة إنه يدافع أو يعطي رأي إنه ليش في أدوية فاسدة بالبلد ممكن هو يكون يعني يرفض هذا الرأي أو يقول لا ما صار هاي فنح لازم نجيب رأي الطرفين ونوازم بيناتهم بالنهاية كلام معظيم طبعا طبعا يجوز بالتحقيق يتحمل هذا الشي وأصلا نحن ما لازم نظهر التحقيق على أنه هو وجهة نظر وحدة أبدا ممنوع مثل ما أنت لك نحن التحقيق لازم يلم حتى بيرجع لخلفيات الحدث بيرجع بيجيب الطرفين مثل ما قلتي ربما ثلاث أطراف بيجوز العلاقة بهذا القضية أو أكتر بحاول كتير مهمة مداخلتك محاسن أنا بتشكريك طبعا التحقيق إياكن أنه يكون لا يعتبر أصلا تحقيق إذا أنت والله بس صلتت الضو على قضية الفساد اللي صايرة ربما يروحين درج مباشرة ضمن ما يسمى التقرير تمام لأنه أنا عم بستطلع رأيي الجريدة الوسيلة القناة حول هذا الموضوع اللي هو الفساد وبالتالي أنا هنا ما جبت لا حجاج ولا أدلة ولا شهود ولا آراء اللي يقل هون علاقة بصميم هاي الحادثة اللي صايرة طيب هلا نحنا الخبر أنا حابة حدا يقرأ مشان ما ضل أنا أقرأ مين موجود هلا عم يقدر يفتح بشكل سهل عنده القراءة إذا ما في حدا مشان أنا أقرأ لكم في حدا عنده هاي الصورة طالعة بشكل سهل بيقدر يقرأها أنا فيه يقرأ تضلي محاسن فيك تقرأي أنتي ثلاث أربعة صور يا أوكي الخبر ويستعمل لنقل معلومات عن أحداث جديدة التقرير ويستخدم لنقل معلومات من خلال عنصر ذاتي شاهد عيان الافتتاحية وتقدم رأي الوسيلة الإعلامية حول حدث ما التعليق ويقدم وجهة نظر محددة ورأي واضح حول حدث ما ما وراء الحدث حلو 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 كتير الله يعطيك العافية في حدقة قاعد كمان ممكن نكملنا طيب رحكمل أنا البقايانين في عن الاستطلاع الاستطلاع رأي أو ما يسمى استلاحا الروبورتاج بيصور الحياة الإنسانية مثل ما أنت لكم أنا رايح أشوفه طبعا حياة إنسانية هون مفهومة عام وإنما هو بيصور جزء من الحدث اللي أنا بدي أحكي عنه لأنه أنا بدي استطلع رأيي الناس بهذا الموضوع بروح بعمل هذا الاستطلاع بصور حياة إنسانية التحقيق يشرح ويحلل أظاهرة ومشكلة أو أحداث ويقدم الحلول بشأنه ها ها هون في نقطة مهمة أيضا ممكن أنا يكون اغفلت عنها وهو أنه محاولة التحقيق تقديم حلول شنون بيحاول تقديم حلول طبعا مو المصحفية اللي هو بيقدم حلول دبو بيحاول أيضا يجيب خصائيين لهم علاقة بمشاريع تطوير الأدوية إذا عم نحكي عن قضية الفساد أو أو مثلا ممكن يجيب رأي أحد الأشخاص كيف الدولة أصلا هي عم تقوم بالحد من هاي المشكلة اللي عم تصيد اللي هي تساد الأدوية وانتهاء صلاحيتها بسبب الظروف أو بفعل فاعل إذن ممكن أنا أخد رأي هدول الأشخاص اللي من داخل ومن صميم من الحداث ويعطوني رأيهم عن هاد الموضوع ليس فقط أعطاء الرأي تقديم حلول ومقترحات وربما أيضا توصيات عن كيفية حل هاي المشكلة وتجاوزها وعدم تكرارها بالمقال أيضا رؤية بيقدمها كاتب معين لزواهر وأحداث بيختارها مثل ما تلكون هون ظهر رأيه بشكل حقيقي وبإمكانه يستخدم لغة أدبية إلى حدا ما بالمقال الحديث فيني أحكي هذا الحديث بيشبه إلى حدا ما السيرة الزاتية السيرة الزاتية ممكن أنا تكون عبارة عن سرد بسيط لهذا الشخص بدون ما يكون عبارة عن حوار بيني وبين اللي عم بيحكي عنه هذا المحاور أو مو المحاور المسؤولي اللي عم بيحكي عنه الشخصية اللي بدي أحكي عنها المختص اللي بدي أحكي عنه إذن بالحديث متى ما لكم بيش وقال لحد ما السير الزاتية لكن الحديث هون عم يكون فيه عندي تبادل أطراف الحديث بشكل مباشر تبادل وجهات النظر اقتطاع الضيف اقتطاع للمضيف اللي هو المزيع يعني فيه عندي تبادل معين لوجهات النظر حول قضية معينة طيب هاي هدول تلخيص للأنواع الإعلامية هنبلش بالخبر سمات الخبر الصحفي طيب قبل ما بلش بسمات الخبر جعبالي حدا يعرف لي شو هو الخبر أصلا مين ممكن يعرف لي شو الخبر تعريفه طيب معلش راح عارفو أنا مشان ما نضيع وقت كتير هو نقل للحدث بشكل آني وسريع حلو حلو هالكلام حلو بس نقل لشو قلت محمد للحدث هو نقل حدث بشكل آني وسريع حلو كلام إذن نحن متفقين على أنه الخبر هو حدث قولا واحدا هو حدث صاد وحدث لازم يكون جديد يعني هلأ يعني هلأ يعني هلأ مثلا خبر ماما فتحت الباب مثلا هات الخبر يعني أنه هلأ صار بهالأسناء ربما صار قبل بساعة قبل بساعتين كحد أقصى لكن بالتطور التكنولوجي والإنترنت المتاح والسرعة بنقل الخبر إذن الخبر هو لازم يكون آني وحقيقة هو لازم يكون مباشر نقل المعلومة الواقعة الحدث مثل ما قالت الظاهرة الكارثة ربما اللي صايرة انقله بشكل مباشر وقدمه وانشره نقل نشر تقديم للخبر بما يعني يتناسب مع دورية الوسيلة إذن هاي أهم شغلة أهم سمة من سمات الخبر الصحفي اللي نحن اتفقنا على التعريف العام والبسيط وما بتكون أكبر من هيك ما بتكون أكتر من هيك للخبر غير أنه هو مادة عم تقدم الحدث الواقعة الظاهرة الكارثة أي حدث معين مثل ما قلنا بشكل آني وسريع لحتى يقدر يكون يعني يسمى تحت ما يسمى الخبر عم يقول أناس أناس عم يقول أساسي بجامعة كان يقوله الخبر هو خبز الإعلام وأنا ببصملك بالعشرة بالفعل أصلا ما في مواد خلينا نكون صريحين ما في مواد إعلامية أخرى ممكن تنكتب إذا ما كان صاير عندي خبر حول هاي المادة اللي بدي أكتب عنها يعني شي حادثة صايرة عن هاي المادة اللي أنا بدي أكتب عنها المادة الإعلامية سواء كانت من النوع الاستقصائي من النوع الإخباري من النوع مواد الرأي تمام هيك نحن متفقين إذن أنه عنا هاي الميزة اللي بيتمتع فيها الخبر واللي أنه هو خبز الإعلام سماة الخبر الأساسي أول سماة لازم يتناسب مع دورية الوسيلة شو يعني دورية الوسيلة؟ دورية شو يعني كلمة دورية أصلا؟ دورية يعني أنه التوقيت أو الصيغة يلي بتطلع فيها الوسيلة الإعلامية الوسائل الإعلامية يلي هي قنوات القنوات الإخبارية اللي هي لها طابع مباشر يعني أنت مثلا عنت قناة الجزيرة كلا يعطنا بنعرف قنوات الجزيرة يعني العاجل بيكون لسه عم يدور بين اتنين ثلاثة فبينزل خبر عاجل بشكل مباشر على القناة الخاصة أو حتى على السوشال ميديا ومواقع التواصل الخاصة وحتى مواقعها ومواقعها الأخباري إذن دورية الوسيلة حكون دقيقة أكتر دورية الوسيلة في عنا عدد من الوسائل وإذا بنا نحكي بشكل خاص عن الوسائل المطبوعة أو المكتوبة في عنا وسائل يومية دوريتها يومية يعني تنشر كل يوم في عنا وسائل أسبوعية في عنا وسائل شهرية في عنا نصف أسبوعية نصف شهرية سنوية في بعض المجلات المحكمة أو المجلات ربما العلمية هي بتصدر أو يعني يتم استخراجها أو يتم نشرها وطباعتها مرة بالسنة أو مرة بالشهر أو مرة أو مرتين أو اللي زي منه هذا المقصود بدورية الوسيلة هاي المكتوب أما إذا عم بحكي عن دورية الوسيلة المرئية فدورية الوسيلة هون حتصير التوقيت الوسيلة هل هي بتنشر نشرات أخبارها مباشرة أم نشرات أخبارها مسجلة هل هي أصلاً قناة مسجلة بتقدم مضمون مسجل أم هي قناة 24 ساعة عم تبس على هذا الفضاء والبس الفضائي تمام هذا الكلام إذن هاي دورية الهون تمام فصلية عم تقول محاسن بالفعل في عنا فصول في عنا فصول الفصلي ممكن يكون في عنا يعني هلا مثلاً مثل عنا بالجامعة في عنا دوريات بالربيع دوريات بالخريف دوريات بالشتاء حسب الفصل فصلهم أو حتى حسب الفصل يلي هنن ربما شهرين ثلاثة أربعة ستة حسب المصطلح يلي هي مدفقة عليه إذن يتناسب أول شيء سماع الخبر الصحفي لازم يتناسب مع دورية الوسيلة محمود أنت لازم هون تعطي خبر وبال وتعطي انتباه كتير ممتاز لأنه عندما تنزل أخبار عندك على الصفحة لازم تكون أخبارك عند هاي النقاط واللي عند هاي الشروط إذا فينا نحكي أول شيء لازم تتناسب مع دورية الوسيلة مثل ما أن الوسيلة تخرج كل يوم يعني أن الخبر لازم يكتب بسرعة وفي الخبر يوصف لأنه مادة كل خبز سريع التلف عنده كمان سما أيضا للخبر هو خصوصية الآنية الآنية ما بتختلف بين نوع وآخر الآنية تعني الجدة الحالية أم تصار شو هو وقته وأوانه بشكل دقيق هاي هي المقصود بالآنية يعني صار قبل بخمس دقائق صار قبل بربع الساعة صار قبل بساعة هذو كلاتهم عم يندرجوا ضمن نطاق الآنية السمة الثالثة مراعاة التوجه إلى قارئ متوسط قوية جدا هاي الملاحظة وهي يعني نحنا نحنا كصحفيين ممنوع علينا نتوجه للقراء من الأشخاص اللي ربما هن المفكرين ممنوع علينا نحنا لازم نتوجه لشرائح لا ما عم قلكن مش رائح أمية لكن نحنا بالحد الأدنى لازم نكون عارفانين شو كيف منا نقدم لهم مادة أو الخبر للأميين ربما شو يعني أميين نحنا هون ما عم يعني نهضم حقهم أو مثلا أنه والله نهمشهم أو نقول أنه هن الأميين لا لا نحنا بنقصد أنه نبسط الخبر بما فيه سلاسة وسهولة بحيث أنه يقدر الصحفي يوصل المعلومة للأشخاص اللي بسطاء وربما قادرين بدور بدك تخرجي ما في مشكلة أخذي راحتك نحنا بانتظارك وأكيد إن شاء الله حنبعت لك التسجيل بإذن الله تعالى مع محمد أو برفع لكم ياه على اليوتيوب ببعت لكم الرابط بإذن الله الله يعطيك ألف عفيا بودور طيب هلأ نحنا رح نرجع على خصوصية الآنية مثل ما إنها الآنية أنه هي سرعة حداسة نشر الخبر ويعني سرعتنا بنشره وأيضا توجه للشريحة البسيطة أو الشريحة المتوسطة بحيث تقدر تفهم الخبر اللي عم تقرأه بدون ما يكون فيه نوعية عالية أو احترافية إذا فيني يحكي بالمصطلحات أو حتى بالكلمات اللي ممكن إحنا لفي بعض الأشخاص وللأسف عم يدخلوا كلمات إنجليزية لنص الخبري يعني حتى نص المادة الخبرية الخبر عم تفوت فيه كلمات إنجليزية وهذا أكبر غلط وأكبر خطأ عم يقع فيه الصحفي وأحد الوسائل الإعلامية ربما بقصد أو بدون قصد وإذا كان بدون قصد فهي كارثة أكبر هلأ نحن حننتقل للسماء الرابعة متناغم مع اعتبارات الوسيلة هاي الوسيلة اللي رح نحكي عنا بالتفصيل إن شاء الله بكرة السياسة الإعلامية والسياسة التحريرية رح نوزع بينها ونفرق بينها أنا حابة أنتوا منها اللي تفكروا فيهم للجلسات اللي جاية إن شاء الله لأنه أنا حابة بالفعل أعرف شلون يعني هاي شايفين هاي الفقرة رقم أربعة اعتبارات الوسيلة هي كتير بتندرج ضمن السياسة التحريرية للوسيلة وشو يعني السياسة الإعلامية والسياسة التحريرية هيدون النقطتين بديها كون تجاوبوني عليهم من ضمن الوظائف سجلوهم من هلأ طيب آخر أو آخر اتنين سيمتين إنه يراعي المساحة المحددة إحنا بنعرف إن الخبر ليس بطويل إطلاقاً لا يجب أن يكون طويلاً أيضاً هاي من ضمن معايير نجاح ويعني صحة الخبر الصحفي إلو قواعد عم تحكمه ولا تتبدل إلو قواعد تحكمه ولا تتبدل شو يعني إلو قواعد تحكمه مثل ما قلنا هدول السيمات الأساسية اللي ذكرناهم سيمات ما بتتبدل أبداً هدول من المعايير نجاح وشروط وحرفية تقديمنا لمادة خبرية صحيحة ويعني تكون ناجحة طيب حنشوف اللي بعدها نحن شو عم نحكي تحرير الإخباري مما يتألف أو الأخبار ما هي أنواع في عنا عم يقولون في خبر بسيط في خبر مركب تقرير إخباري بتعرفوا إنه في شيء اسمه تقرير إخباري وبتعرفوا إنه في شيء اسمه تحليل إخباري التحليل الإخباري والتقرير الإخباري رح عاملكم إلى هون مقارنة خفيفة إن شاء الله أو تقدروا يعني مباشرة تحت معلمات دي اللي بتقع بين إيديكم تقولوني هاي تقرير وهاي تحليل الجلسة كمان الجاية هاي المحاضرة عميقة كثير صراحة حتكون هاي الجلسة الأولى لكن في هدول النقاط أنا بتذكرتن وأنتوا كمان بتظلوا وبتذكروني فيها إن شاء الله إذا ما عطيتكن الفروق يعني الاختلافات بين بيناتن التقرير والتحليل الإخباري وفي عنا القصة الإخبارية يلي هي نفس القصة الخبرية يلي هي جزء من أجزائها الفيتشر نيوز والموضوع الإخباري الموضوع الإخباري كمان رح أركز لكم عليه إن شاء الله يعني بتصور الجلسة التالتة ممكن يكون فيها تفاسير حسب ما أنا بتذكر وعملت الباوربوينت فيه شيء عن الموضوع الإخباري وبتقدروا أنتوا إن شاء الله يعني تحكموا عليه بشكل حقيقي الخبر يعني هون التعريف صار أكيد يعني مكرر الخبر هو معلومة واقعة جديدة وهو من المفاهيم الحياتية التي نقدر أن نلمسها أكثر من أن نعرفها نلمسها أكثر من أنه نحن نعرفها فإذا كانت قديمة لا تسمى خبرا وهي تهم أكبر عدد من الناس وتثير فضولهم وفيه الدقة وفيه أهم قيم الإخبارية التي يجب أن تكون أيضاً بالجسم الخبري هي قيم الدقة اللي حنتفصل فيهم بشكل كتير اليوم لأنه هنين بدياكن أرد عليكم لتكونوا يعني عم تاخدوا بعين الاعتبار هاي النقاط أثناء تحليكن وكتابتكن تحريركن لمادة خبرية طيب حنشوف أول شي شو هنا أنواع القيم يعني نحن عم نقول أنه لازم الخبر يلتزم بالقيم يلي بتعمله أو بترفع من مستوى بحيث أنه نحن نقول بين إيدنا مادة خبرية موصوقة مادة خبرية دقيقة أو خبر يعني يعني ما فينا نقول أنه في أي من التشويه أو الكذب أو يعني التضليل شلون فينا نعرف هدول القيم أو هذا الخبر هو عن جد وصلان لمرحلة من مراحل يعني الجودة والاحترافية عملوا لك عملوا لك أنه لازم الخبر يضمن نوعين من أنواع على القيم قيم أساسية وبيقولوا لكم وبتصور أساسيتنا بالصحافة كانت تقول والإعلام أنه هالقيم إذا غابت عن الخبر فالخبر العوض بسلعب ذاك ما بيندرش ضمن المواد الخبرية الصحيحة لحن نشوف شون هدول القيم بالضبط وعننا قيم تانية هي بتجي مثل شلون بدي إلكن سانوية لكن أيضا بتعطي قيمة كبيرة للخبر وهنن كمان نحن نفصل فيهم أكتر إن شاء الله هلا بعد شوية مباشرة مش رط أبدا لحكون بعين الاعتبار أنه مش رط أبدا أنه يضم الخبر كل القيم ولكن كل ما كان عدد القيم الموجودة عندي أكبر وأكتر كل ما كانت جودة وخليني أقول دقة الخبر كانت أمتن وأقوى طيب حنحكي عن المحرك العملية الإخبارية والإعلامية وهي أساس العمل إخباري هي الملاحظة أصلا حكيناها وقلنا قديش الخبر إذا ما لو موجود ما في باقي الأنواع الإعلامية الأخرى خلونا أتعمق بالأنواع والقيم الأساسية قيم الأساسية اللي لازم تكون متوفرة لازم تكون متوفرة بالخبر هنن واحد الجدة الحالية الآنية وآنية الخبر مطلقة فأي خبر قديم ليس خبراً شو يعني آنية هي نفسها اللي حكيناها من شوي قال لي إنه الخبر تازة 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 خبر تازة هيك فيكن تعرفوا شو يعني آنية الخبر يعني استشهد عدد من الأشخاص حريق في أحد المناطق ربما اغتيال عملية اغتيال لأحد الشخصيات عملية الاغتيال تخيلوا والله أنا قلت إنه اغتالوا فلان اللي فلاني تاني نهار نزلت لكم الخبر ما قلت لكم يا أو الإعلام ما نقل النياب نفس النهار قديش بتلاقوا بائخ قديش بتحسوا إنه حتى مقصود يعني تهميش الاغتيال مقصود أما لسبب سياسي أيضاً وأما بالفعل ما كان حدا عرفان أو نتيجة فشل الصحفيين القائمين على هاي الوسيلة بإنه ينقلوا عملية هاي الاغتيال بالوقت اللي كانت نقلته كل الوسائل الإعلامية الثانية إذن الجدة والآنية الحالية الخبر وتكون تازة هاي هي أول قيمة من قيم الخبر تاني قيمة مستوى الاهتمام كل ما زاد عدد الجمهور المهتم بهذا الخبر زادت قيمته طيب أنتوا بتتوقعوا أنه أنا كل ما يكون خبري عام يعني بناسب كل الشرائح كل ما زادت عن جد قيمة هذا الخبر ما بهم ما له مهم كتير أنتوا بدي رأيكم بهذا الجانب مستوى الاهتمام كل ما زاد عدد الجمهور المهتم بالخبر زادت قيمته لهذا الخبر يعني أنا بقصود مش هموضح لكم الفكرة أنه كل ما أنا توجهت لشرائح يعني هذا الخبر بناسب الصغير والكبير والمؤمنة بالسريد مش ما بيقولوا هذا خبر يعني خلص هذا يعني توب معناته ولا لا كل ما توجه لشريحة معينة مخصصة كل ما كان هنا الخبر قوي عطوني رأيكم لنشوف يا ترى هاي وجهة نظري صح ولا وجهة نظركم صح مي مدي بليش؟ هلا إذا ما حدا عرف ما غلط موعب وحقكم يعني حقكم كحدة ما له متعمق بالمجال الإعلامي بشكل كتير كبير أو ربما سنوات الخبرة ما له كتير طويلة بهذا المجال حقكم ما يكون عندكم هذا الشيء واضح هلا إحنا صراحة وفعلا كل ما زاد عدد الجمهور كل ما كان الخبر معناته بهم كل الناس خبر يستحق أن يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي أو القنوات الإخبارية أو الصحف أو المجلات أو أي شيء حقيقة هاي أكيد ما عليها أي خلاف لكن بنفس الوقت في بعض الأخبار تتطلب أنه يقرأها شريحة ونوعية معينة من الناس وليس عيبا أن يكون هذا الشيء موجود في نوعية معينة من الأخبار إذن القاعدة العامة هي تماما كل ما كان عدد الجمهور أكبر يلي عم يهمن هذا الخبر كل ما كنت أنا معناته عم حقق انتشار لهذا الخبر وعم حقق يقدر المستمع والمتلقي يكون عن جد قريب منه وبيلمسه لأنه نحنا من سمات أو من الشغلات اللي بهمنا من القيم الخبرية أنه يكون عن جد بهم شريحة كبيرة من الناس ويوصل لأكبر عدد ممكن من الناس إذن ليس عيبا مثل ما تلكون وقت بلكم مستوى الاهتمام في بعض نوعية من الأخبار بتتطلب فعلا أنه ما يقرأها أو يدور عليها نوعية معينة من الأشخاص ربما هذا الشي إذا فيه نقرب لكم يا المواضيع الفنية اللي عنده هوس من مواضيع الفنية اللي عنده هوس من مواضيع الرياضية إيه تماما ممكن يلاقي أنه هذا الخبر بيعني لهدول الشريحة أكتر من الناس العادية اللي معنا مهتمة فيه فضل يمحا سليم كيف رفعت إيدك لكن بدي أقول فكرة أنه صحي أحيانا مثلا بيتوفى شخص كتير معروف ومشهور بس للمثقفين يعني شعر كبير مثلا هو على المستوى العالمي كتير كبير بس حاليا مثلا موضوع الأدب ما له اهتمام واسع بين هاي الفئة فما بيكون حدا بيعرفه فمشان هيك ممكن الوسع الألام تسلط الضوء عليه وممكن تسلط عليه ضوء الملحقات الثقافية المجلات الثقافية هيك أساس نعم حلو حلو كلامك تمام أنا معك معك كتير بيعي وانتلك يعني ليس عيما بالفعل أنه ممكن يكون كتير الخبر موجه لشريحة معينة وهذا بيعطي مثل ما انتلك نوع من أنواع لربما التخصص أكتر المهم هو عم يحقق قيمة من هاي القيام أنه أنا عم أقدم له مادة حديثة مادة آنية وبنفس الوقت عم أخلي هالشريحة لأنا أنا أصلاً بدي العالم من هدول الناس تقراها فقط لا غير وإن كان أنه نقراها أي حدا كمان أي مشكلة لكن هي حتكون تلامس الناس اللي مهتمين بهذا الجانب أكتر من غيرهم طيب خلونا نشوف القيم اللي بتزيد من قيمة الخبر أصلاً شو هنين عم يقولونا أنه القرب الجورافي القرب المعنوي النفسي والزخم وأيضاً الصراع القيم المرئية البروز والغرابة والطرافة ولا توجد قيمة هاي ملاحظة أنه ما في قيمة أفضل من قيمة وإنما كل القيم كل القيم يعني هي يعني تدعم المادة الخبرية والخبر بشكل دقيق طيب خلونا نشوف القرب الجورافي شو بقصد فيه أنا يا ترى يعني إنه شلون أنا هذا القرب الجورافي إذا مادة خبرية لازم يكون فيها قيمة القرب الجورافي يعني كل ما اقترب الخبر أكتر من الجمهور هون نرجعنا إلى وين فتنا بتفاصيل الجمهور يعني أنا هذا الشريحة المستهدفة مثلا الأخبار كان محمود عم نحكيلي عن منطقة بربما إدلب أو أحد المناطق اللي بسوريا كل ما حكيت لهم للناس عن هدول الأخبار المتعلقة بهاي المنطقة كل ما الناس عادت مصطت أكتر وحست أنه هي بالفعل عم ينتقل همها وعم يسلط ضوء على مجريات الحياة بعها وبالتالي هون عم يكون الخبر أكتر انتشار لهذه الشريحة إذن القرب الجغرافي القرب الجغرافي مقصود فيه المنطقة اللي عم بتوجه له فيها الخبر أو اللي عم ينتشر فيه الخبر أصلاً وعم بحكي عنه لهذا الخبر إذن هاي هي القرب الجغرافي القرب المعنوي والنفسي شو يعني قال شو الجمهور بيحب وشو نحنا لازم يعني فيه مثلاً فيه بعض الشرائح مثل مرجعنا هون للجمهور أيضاً نحنا هون وقت عم نحكي عنه دول القيم انتبهوا نحنا هون عم نركز على الجمهور بذات نفسه وشو بيحب وشو بيكرى هاي هي القرب المعنوي والنفسي هون اللي بقصد فيه شو اللي بيحب الجمهور يعني مثلاً أي خبر اللعب اللي شو اسمه كان البر الأرجنتيني أرجنتيني ممكن فهو هذا الشخص كل ما أحكي مثلاً عنه أخبار رياضية كتير من الأشخاص يعني بيحبوا يتعمق أكتر ويقرؤوا الخبر لنهايته والآخر سطر فيه إذن القرب المعنوي والنفسي هاي هي اللي بيقصد طبعاً أنا ما بصدرت الكندو فقط على المواضيع الرياضية وإنما أنتو فيكن تعكسوه على الجانب اللي أنتو مهتمين فيه في عندي منكن في ناس مهتمين بالجوانب بالأخبار الاقتصادية في جوانب بالأخبار الاجتماعية بالأخبار السياسية وأيضاً في ناس مهتمة بالجوانب الأدبية هذا الشي كله بيرجعلكم أنتو وأنتو الحكم اللي بتقدروا تعرفوا شو جمهوركن أكتر بيحب من غيره طيب الزخم شو يعني مقصود فيها قيمة الزخم هي النتيجة أو المقال اللي خلصت إيديه الأحداث يعني الزبدة القيمة القيمة اللي لازم نركز عليها هون هي زبدة الخبر شو يعني زبدة الخبر آخر شي صار بالخبر آخر شي اطورت إله أحداث هذا الخبر اللي عم بحكي عنه المستجدات اللي وصلت إله تفاصيل هذا الخبر اللي عم بحكي عنه هذا هو المقصود بالزخم أو النتيجة أو المقال أو الزبدة الملخص يلي قالت إليه الخبر وأحداث الخبر يعني تخيلوا مثلا لكم أنه صار حريق بأحد المناطق وللأسف نشوفيك على مواقع التواصل الاجتماعي وبصور على تليجرام كتير منشور هيك أخبار حريق في مكان معين بإسطنبول وفرق الإطفاء انتشرت بالمكان والحريق التهم العديد من المناطق وكذا كذا طيب تتوقعوا مو المتلقي أو القارئ أو اللي عم يسمع هذا الخبر مو هو عن جد بس بديوا يعرف يا ترى راح حدا يا ترى مات حدا يا ترى وين المنطقة بتضبط هاي بتحسوا أنه بديوا يعرف تفاصيل إلها علاقة بجانب معين هاي النقطة إذا الخبر أو هاي الفجوة هون إذا حس القارئ أنه هون ما نوم جاوب على هاي الاستفسارات فإذا هذا الشي غلط كتير كبير بالخبر والخبر راح نتلكون في عنده أسئلة خمسة أو ستة راح يجاوب عننا راح نحكيهم هلأ كلهم بآخر المحاضرة إذن الزخم أو ما قالت إليه أحداث الخبر كتير مهمة ركز عليها الضوء بمحاضرتنا أو ب يعني بصياغتنا للخبر الصراع مهم جدا لإعطاء قيمة للخبر السقرات قال الدراما صراع الدراما صراع الدراما صراع وأيضا أنا بقلكون الخبر هو تصارع تصارع هو مادة يتم التصارع عليها من كل الوسائل الإعلامية والمواقع والصحفيين والمحررين وكل الجهات وكل أحد وكل جهة يتم كتابتها بطريقة تتناسب مع الوسيلة واللي هي اللي بترجع لبوابة السياسة التحريرية أو سياسة الوسيلة طيب إذن الصراع شو مقصود في الصراع الصراع إنه هو يعني يكون فعلا في استقطاب عليه لهذا الخبر يعني يحقق انتشار ويحقق متابعة يحقق مشاهدة أي نقطة من هدول النقاط بالفعل إذا قدر الخبر أنه يضوي عليها فهو يحمل قيمة الصراع القيمة المرئية القيمة المرئية طبعا هاي القيم بتخص حصرا الوسائل الإعلامية اللي هن الراديو وتلفزيون والمنصات المرئية يعني لازم يكون في عنا فيديوهات مرافقة للخبر صور ثابتة ربما ومادة مرئية ترافق المادة المكتوبة أو المادة التي يقرأها المزيع هي بترفع من يعني قيمة الخبر عند المتلقي لا يخلو خلونا نكون كمان واضحين وتكونوا أنتوا أكيد أنتوا أنتوا لازم تقاطعوني هون يقولوا لي طيب استاذة في عنا عدد من المزيعات والمقادمات الأخبار يطلعوا بخبر ما بيكون عندهم متوفر أي صورة هل هذا شيء ما فينا نقول عليه أنه خبر لا طبعا فينا نقول عنه أنه خبر طيب ليش نقطة معينة بمكان معين بأسوأ الأحوال بأسوأ الأحوال إن كان خبر عاجل وليس هناك إمكانية للوسائل الإعلامية أو حتى للصحيفة أو حتى الويبسايت الموقع الكتروني الإخباري أنه يعمل صورة ثابتة أو حتى أي يعني لقطة ثابتة عن المشهد أو اللقطة يلي صارت أو الانفجار يلي صار بأسوأ الأحوال إذا ما صار ممكن يجيب خريطة بموقع هذه المنطقة اللي حدث فيها الانفجار ويحطها كصورة ثابتة مرافقة لحديث المزيعة أو الحديث المقدمة للأخبار اللي عم تقدم وأيضا إن ما نتيجة تسارع الأحداث ونتيجة آنية الخبر والعجلة بأنه ظهر هذا الخبر وحصل فإمكانية أنه تجاوز هذه النقطة والصورة المرئية أمر وارد ولا يعني وين بتحسي إنه هون فقط قيمته الخبر أو بتحسوا هون وين إنه فقط قيمته الخبر فقط قيمته الخبر بهذه النقطة إذا تكرر نفس الخبر على نفس نشرة الأخبار طبعا نشرة الأخبار مثلا الساعة إذا عاش رجع نتشر نفسه الساعة 12 وينه مؤم رفقي الكون صورة له هون منحس إنه في خلال أما بالكادر الصحفي أو الكادر اللي عم يشتغل بالتحرير بقسم التحرير أو بتحسي إنه هي الوسيلة يعني ما لقيمته من أرضه لهذا الخبر أو يعني مقصود أو غير مقصود هذا التهميش للخبر بعدم إعطاء يعني صور مصاحبة إله أو مثل ما أنت لكون يعني ما بتصور فيه شي ثالث بس إنه دول السببين هنن أكتر شي بيكونوا المبررات إذا فينا نحكي لأنه عدم إرفاق صورة مصاحبة للخبر يلي أنا نزلته على صفحتي أو نزلته على موقعي الإلكتروني أو على قناتي أو على منصتي صفحتي قناتي على اليوتيوب أي شي هذا يعتبر صغرة ممكن تؤع فيها بعض الوسائل طيب في قيمة كمان هي قيمة البروز والشهرة شو يعني بروز والشهرة في أسماء تصنع أخبار وشخصيات مشهورة بتعلي قيمة الخبر وهي هاي صراحة أنت لكون ميزة عم مشدنا فيها الخبر يعني كثير بشدك الخبر إذا أريتي أنه المعارض الفلانية اللي أنت بتحبي توجهاته أو كذا مندرج اسمه ضمن تفاصيل الخبر رح يخليكي مباشرة تقرأي أكتر عن هذا الخبر أو ترجعي تبحسي من أول وجديد عن نفس الخبر بوسائل تانية أو أنت تبحسي بشكل فردي عن تفاصيل أكتر عن هذا الخبر إذن وجود اسمها شخصيات معينة مشهورة شخصيات حزبية شخصيات سياسية شخصيات بياضية أي أن كان اسم الجهة طبعا الاسم مش روط يكون فردي يعني ممكن يكون جهة مثلا أنت بتحبي فريق برشلونة إذا تصدر الاسم برشلونة بهذا الخبر مباشرة رح يشدك ورح يعمل قيمة مضافة لهذا الخبر يلي نزيل تمام؟ إذن هاي قيمة البروز والشهرة إذن وجدت بالخبر فنحن هون عم نحقق معايير إضافية تزيد من انتشار واحترافية صياغتنا وكتابتنا للخبر الغرابة والطرافة أيضا هاي قيمة يعني تتطلب أن تكون موجودة بأحد الأنواع الصحفية أو بأحد الأنواع الإخبارية وخاصة هون إذا من نحكي الأخبار يلي إلها علاقة بربما الكوارس ربما الأخبار اللي إلها علاقة بفيضانات ربما إلها علاقة بشغلات حوادث مضحكة صارت فيني صيغة بسياغة خبرية هدول الأصص إذا ضافت عليهم قيمة غرابة أو طرافة أو قيمة التشويق يلي هي مثل ما تلكون بتندرج ضمن ضمن الصياغة الخبرية وبتحقق أيضا انتشار وبتأدي إلى أنه ترفع قيمة الخبر عننا لا توجد قيمة أفضل من قيمة بالمطلق بعض الأخبار بتطلب أنه يكون فيها قيمة الصراع التصارع أيضا يعني التصارع هون بقصد فيه إذا كان فيها إياه قائمة على اقتتال أصلا يعني حدث فيه تحارب بين طرفين تحارب بين دولتين هاي القيمة الصراع إذا كانت موجودة في بعض الأنواع وخاصة المواد الخبرية العسكرية والأمنية والحربية إذا فينا نحكي بتندرج فيها قيمة الصراع البائقي القيم إذا كانت مو موجودة كلها ياتسوا فهذا الشيء ليس خللا وإنما صحفي والمحرر هو اللي بيقدر يجيب أيها قيمة من هدول القيم بما يتناسب مع مضمون ومحتوى الخبر هو اللي عم يشتغل عليه طيب هلا نحنا بنا نبلش بالمدارس وصراحة هدول المدارس ما بعرف أن نحنا هلا عنا يعني أنا بالتصوري بالساعة سبعة ونص بيكفي أنه نحنا نوقف لازم نوقف هون لحتى ما يصير في عنا كتير زخم بالمعلومات وبالتالي ضياع وتشتد جلستنا الجاية جلستنا اللي بكرة حتكون ما بعرف إذا بكرة بنقدر نعمله ممكن نساوية نحنا تقريبا قبل بوقت يعني ما ساوية خمسة لأنه عندي ارتباط تقريبا على الساعة ستة فممكن نساوية قبل وقت ممكن ما نساوية بكرة أبدا نساوية الجمع ننتفع على هذا الموضوع إن شاء الله بنهاية الجلسة هلأ نحنا حنحكي عن مدارس التحرير مدارس التحرير شو منقصد فيها هننا الباحثين وربما علماء الإعلام والمختصين بالمجال الإعلامي وأيضا كل من كان له باع بالمجال الإعلامي كان له بصمة بأنه يضع شكل معين من أشكال التحرير يعني ياخد قالب معين ويشتغلوا عليه باقي الصحفيين يلي يجوا بعدهم أو يلي كانوا بهذاك الوقت واللي إلى حد الآن هذه المدارس موجودة ومستخدمة ولا يخلو وسيلة إعلامية إلا أنه تكاد فيها عند عدد من الأخبار يلي موجود فيها مدرسة من هالمدارس وربما تكون أكتر من مدرسة بتستخدم بنفس الوقت ليس بنفس الوقت لمادة واحدة وإنما لأنواع إعلامية مختلفة يعني مثلا أخبارها بتحررهم بمدرسة تقليدية المواد الرأيي بتحررهم بمدرسة الحداثة المواد الاستقصائية بتحررهم بمدرسة معينة تمام فمو أنه والله عم تشبك كل المدارس بمادة واحدة خلونا نشوف المدارس أشهر المدارس التقليدية أشهر المدارس تحرير مدرسة تقليدية شو يعني مدرسة تقليدية؟ المدرسة تقليدية هي اللي نحنا صراحة تعلمنا تعلمناها ودرسناها وتعمقنا فيها بسنوات الدراسة بشكل كتير 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 مفصل القوالب تبعها هي مدرسة تقليدية قالب العناصر الخمسة زائد واحد عناصر خمسة زائد واحد قالب العناصر الأساسية قالب الهرم المقلوب والمعتدل والقالب الحواري المتسلسل والقالب الكرونولوجي طيب خلونا نبدأ مباشرة أو خلونا نعدد عفواً خلونا نعدد المدارس وبعدها نبدأ بمدرسة المدرسة التقليدية ونوقف عندها ما بنكمل بباقي المدارس مدرسة المطور عن التقليد إذن هديك المدرسة شو كان اسمها يا شباب المدرسة التقليدية رجعنا للمدرسة الثانية اسمها المدرسة المطور عن التقليدية عنا قالب مشهور جدا ومستخدم بكسرة في كل الوسائل الإعلامية وكل القنوات الإعلامية قالب USA Today USA Today طبعا بالترجم يرايح بالعكس USA Today هي الولايات المتحدة الأمريكية اليوم قالب اسمه تقنية القوائم طبعا ليش USA Today حنشوف شو يعني هذا القالب وليش سبب التسمية هيك إن شاء الله بكرة بجلسة بكرة في عنا قالب الجوهرة وفي عنا قالب الأحداث المتوقعة والقالب الساعة الرملية وقالب الدورة هدول القوالب في فروق أساسية بيناتهم لكن ممكن البعيد يقول أنه ما في فروق بيناتهم أبدا ربما ربما ما يشوف في فروق بيناتهم لكن حتتعرفوا على الفروق بيناتهم بشكل دقيق إن شاء الله بالجلسات الجاي المدرسة الثالثة هي مدرسة الحدازة أهم قوالب هاي المدرسة شو يعني قوالب؟ ما تكونوا ما بتعرف شو يعني قوالب؟ القالب هو الشكل يلي عم تنكتب فيه المادة الشكل أو الطريقة أو الأسلوب يلي عم يتم فيها كتابة المادة الإعلامية وخاصة أخص بالذكر هون الأخبار إذن المدارس اللي نحنا كنا عم نذكرها أشهر مدارس التحرير هي تحرير الإعلامي بشكل عام لكن هون أنا عم مركز على التحرير الأخباري التحرير الأخباري أشهر هذه المدارس هنن مدرسة التقليدية هن القوالب الهرم المقلوب والهرم المعتدل ولي قرأناه بالبداية هنه المدارس التقليدية هنه المدارس المبعد الحداثة أو المطور عن الحداثة لسه مو مبعد الحداثة المطور عن التقليد يعفو وعن المدرسة الحديثة هاي المدرسة الثالثة اللي هي قالبها اسمه قالب قصصي سردي قالب وول ستريت جورنال اللي نتركوا عليها للجريدة الأمريكية وقالب بيضة الأوزاء وأيضاً هذا القالب بشكل أساسي يعني إذا بدي ما تقول شو يعني بيضة أوزة وما كذا هذا قالب يعتمد على اللغة النسرية الخفيفة يلي ربما أنت محاسن تلاقي ضالتك فيه وتستفيد منه وتقدري صيغي أخبارك أو موادك الإعلامية بالمجمل بضوء هذا القالب بحيث أنه أنت يعني تكوني صحفية متمكنة بنفس الوقت أنت أي حدا حكاك يقول له نعم بيستخدم قالب بيضة الأوزة وهو أحد القوالب المشهورة لمدرسة الحداثة هدول المدارس الصحفية يلي نحن لازم نعرفهم كصحفيين وعيب علينا ما نكون نعرف أنه أصلا مرحلة تحرير الإخباري لحتى وصلنا الخبر أو لحتى صار عندنا خبر يطلع بهاي الطريقة هو كان مارر بمراحل قديمة مستخدمة وأيضا هذه المراحل ليست أنا ما عم بقول أنه هاي المراحل ما عم تستخدم لأ بس لحد الآن في كثير من الوسائل عم تستخدمها طيب هلأ مدرسة الحداثة خلصناها مدرسة ما بعد الحداثة مدرسة ما بعد الحداثة فيني يقلكن أنه هاي المدرسة هي اللي بتجمع بين هاي القوالب كلها وبتستخدمها بالخبر ربما تشوفي الخبر أو التقرير مثل ما قلت لكم أي مادة إعلامية لكن عم بصطلح إلى هون أنه نحن عم ركز على مصطلح أو على النوع الإخباري الخبري حتى لأنهنا بدنا نتعمق فيه أكتر بهاي الدورة أصلا طيب تطبيق مثل ما مو مكتوب يمكن تطبيق جميع القوالب السابقة لأن القوالب مثل ما أنها هي أسلوب هي طريقة تقديم هاي المعلومات لغة المعلومات هي التي تعنيها مدرسة ما بعد الحداثة شو يعني لغة المعلومات يعني هون أسلوب الذي يقدم فيه هذه المعلومات ومثل ما أنت لكم سواء كان بتجميع عدة قوالب ما بعض والخروج بنوع إخباري أو نوع وقالب معين وأسلوب ينظم هذه المعلومات بشكل أو بآخر هيا مدرسة ما بعد الحداثة هلأ خلونا نفوت على المدارس التقليدية ورح نختم فيها هيا المدارس التقليدية هي مدرسة العناصر أو قالب العناصر الستة الشقيقة ستة هن خمسة زائد واحد طيب خلونا نشوف شو هاي العناصر يلي فيكن أنتوا تكتبوا فيها الخبر وإياكن أنه ما تركزوا أو ما تخلوا خبركن يحتوي هدول العناصر العناصر الخمسة اللي عم نحكي عنا هنن الأسئلة التالية من؟ ماذا؟ متى؟ أين؟ لماذا؟ وكيف؟ كيف هي الستة يلي نحنا منقول يعني إن وجدت كان بها ما نوجدت ممكن نتجاوزها وما نذكرها بخبرنا أي خبر أنت بتكتبيه شوف شنون الخبر لازم يكون لازم يتضمن هدول الأسئلة أو هدول الإجابات الضمنية اللي أنت وقت عم تحرر للخبر لازم يكون خبرك يعني عم يتكون من هدول الأسئلة أو عم يرتب الأحداث يلي قائم عليها الخبر من خلال هدول الأسئلة أو الإجابة على هدول الأسئلة دعنا نعرف شو هنه هدول الأسئلة الأسئلة هنه من؟ ماذا؟ متى؟ أين؟ ولماذا؟ وكيفا؟ مثال وقع وزير الاقتصاد التركي والآذري أتفاقية للتجارة الحرة مساء اليوم في العاصمة أنقرة شوفوا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين طيب هنبلش بمن؟ من؟ شو يعني من؟ يعني يعني مين يلي قام بالحدث؟ تمام؟ أنا هون عم بحكي من يلي قام بالحدث؟ هون أنا هو هدفي الأساسي من بدايتي للخبر أنا لازم بلش خبري بأول شيء من بدأت في الخبر أو من قام بالخبر أو من قام بالحادثة؟ من قام بهذه الواقعة؟ من قام بهذه المعلومة؟ لازم أعرف هون الأطراف اللي قامت بهذا الحدث إذن هي أول شرط من الشروط اللي لازم تتوفر في خبرنا؟ طيب إذن الخبر هو من؟ أول شيء من؟ مين يلي قام بهذا الحدث؟ ماذا؟ شو يعني ماذا؟ شو صار؟ شو صار؟ هاد هو السؤال الثاني اللي لازم يجاوب شو صار هون بحسب الخبر اللي عندكم؟ شو صار؟ إنه صار في توقيع الاتفاقية للتجارة الحرة هاد هو دي شو صار فقط توقيع الاتفاقية للتجارة الحرة توقيع اتفاقية للتجارة الحرة طيب متى؟ متى يعني أمتى صار هذا الحدث؟ أمتى صار وهي اللي بتخدم موضوع الآنية؟ مساء اليوم صار الخبر يعني ربما قبل بنصة عمما أعود ربما قبل بساعة ربما قبل هلأ وأنا قعد هيئ جاني تليفون أقرأت وسائل الإعلامية شنون عم تكتب إنه مباشرة إنه وكالات الأنباء إنه نشرت هذا الخبر فأنا مباشرة بلشت أكتب بنص الخبر بالسطر الأول اللي لازم يتضمن فيه خبري هو متى صار هذا الحدث اللي أنا عم أحكي عنه أو أخبر المشاهدين عنه والمتلقين المستمعين أو المتابعين ماذا؟ هاي متى؟ أينه؟ أينه كمان كثير مهمة كثير مهمة يعني فيه للأسف بعض الوسائل فيه بعض الوكالات فيه بعض القنوات ربما المحرر بيسقط منه زهواً أو عمداً وإن تلكون دائماً كنش عمد هون اللي بيكون قمة بالطامة الكبرى يعني كما بيقولوا بيسقط منه أين صار هذا الحدث أو ربما يسقط منه متى صار هذا الحدث وهون كثير هذا بيعمل إرباك عند المتابعين بيعمل إرباك عند المشاهدين وبيفقد قيم أساسية من قيم الخبر قيمة أساسية من قيمة الخبر اللي لازم يكون مثل اللي ذكرنا هون طيب هلا نحن في عنا أين هيقلناها أمتى وين أمتى وين صار هذا الخبر طيب ليش صار هذا الخبر هدف هون فينا نحكي الهدف من الخبر الغاية من الخبر أو الغاية من الحادثة اللي صارت إذا فيني يقرب لكم ياها هون لازم اكتبها بنص الخبر اللي لازم قدمه للجمهور لماذا؟ طيب كيف؟ كيف شو ممكن أنا أضيف على هذا الخبر اللي كتبته؟ كيف صارت هاي الأحداث؟ أو كيف صار هذا الحدث؟ مين ممكن يجاوبني منكم يا شباب ويا صبايا على كيف يمكن أنه أنت تضيفيها اللي هنن هذا قالب من القوالب الموجودة اللي فيك أنت تضيفيها بنص هذا الخبر بشكل مباشر محمد فيك محمود عفوا فيك تخرج الله يعطيك ألف عافية ربي يا محمد ونحن إن شاء الله ما رح نطول أكتر من هيك المرة الجاية رح نخلي المحاضرة من الخمسة للسبعة أو منخليها بوقت يعني دقيق بحيث ما انتعي بالكل وكلها تكونوا تكونوا برتاحين الله يعطيك ألف عافية محمد محمود عفوا طيب نكمل نحن على السريع أنه طيب كيف كيف هون مثلا ممكن أنا أضيف عبارة كيف أو يعني هون انتبهوا مو ليش هون مو ليش أنه مو الهدف أنا هون بجيقول كيف صارت هاي توقيع الاتفاقية يعني مثلا بعد شوفوا بكل بساطة ممكن نضيف هذا السطر بعد سلسلة من الاجتماعات التي كانت مرافقة للوفدين في العاصمة أنقرة أو ممكن ما عيد العاصمة أنقرة ممكن فقط اكتفي بعد سلسلة من الاجتماعات التي كانت تحدث أو على مدار شهر هاي هي الكيف شوفتوا كيف كيفية شون صارت شو الكيف الكيف عم تعطيني يعني هذا الخبر كله يعني مو ليش صار كيف صار كيف وصلوا لحتى عملنا هاي الاتفاقية العظيمة ربما عرفتوا كيف كيف قدروا بهذا الوقت الحساس بظل هاي الحروب مثلا يعملوا اتفاقية تجارة قوية عرفتوا هون ممكن نعطي هذا السطر يلي هو يعني ملخص أو يعني يؤكد لي عن كيفية حدوث هذه الحادثة أو كيف وقعت هذه المعلومة كيف حصل هذا الحدث تمام إذن هاي قالب العناصر الستة وهو أكثر القوالب استخداما إلى يومنا هذا بنوقت ما ولد الخبر بنوقت ما أول واحد كتب خبر بحياته بالعالم كله القالب الأول والأكثر استخداما إلى يومنا هذا هو قالب العناصر الستة اللي هن تتكون من الإجابة عن الأسئلة على الخمسة أو الأسئلة عن اللي هن بيقولولها ال-WH هدول ال-WH شفي عن ال-WH وين وير وات تمام شفي عنا وين وير وات واي هدول الأسئلة وعننا ال-WH اللي هي كيف تمام طيب هدول هن قالب العناصر الستة إن شاء الله تكونوا حفظتوهم وكتير بساعدكم هذا القالب بإنه أنتوا تتخلصوا عن الطرق الأدبية اللي ربما أنتوا تقحموا فيها بعض الكلمات بخبركم وهذا أكبر غلط هون هدول الاستفسارات أو الأسئلة اللي وات بتجاوبوا عنها بتكونوا تماما أنتوا عملتوا شغلة كتير كبيرة ويعني جبتوا خبر يعني بيعبي الرأس مثل ما بيقولوا طيب خلونا نشوف القالب الثاني دقيقة القالب الثاني هو قالب العناصر الأساسية ال-Format Principle اللي هي مثل ما قلنا قالب العناصر الأساسية هون بيرجع بيركز على قوالب يلي هنا الأسئلة كمان الأسئلة الخمسة اللي عندي إياها ولكن هون بيتجاوز عنصر كيف يلي هو الكيفية اللي صار فيها هذا الحدث هون بيركز على لماذا وماذا ومن ومتى وأين أيضا ننتبهوا لنقطة مهمة بقالب العناصر الخمسة اللي إلنا أو الخمسة أو الستة زائد خمسة زائد واحد واحد أو الستة بتكون تركزوا على نفس الترتيب يعني مثلا شلون كنا نحنا نبجشين هون بمن مين اللي وقع أو مين اللي شو صار مين اللي قام بالحدث هون من اللي قام بالحدث ماذا صار ماذا حدث متى أينة إذن بالترتيب هاد نفسه لازم انتبه بقد ما بقدر لهاد الجانب بشكل أو بآخر على هاد السلسلة من هدول الأحداث إذن من ماذا متى أين لماذا كيف إن شاء الله تكونوا حفظتون عنا القالب اللي بعده هيجي هذا القالب العناصر الأساسية هيركز على لماذا بالبداية انتبهوا هيركز على why هيركز على what هيركز على من وحيركز على متى وحيركز على أين يلي هو الوين والوير تمام وهوم طبعا هدول هنين الأسئلة حيتم ترتيبهم بهذا الشكل وشوف شنون حيصير نفس الخبر حنبلش فيه تعزيزا للتعاون الاقتصادي بين البلدين أو بين الدولتين وقع وزيرة الاقتصاد التركي والأدري اتفاقية التجارة الخرام مساء اليوم في العاصمة أنقرة إذن العنصر الأهم من بين هاي العناصر هون كان عندي هو المكان من وجهة نظر المحرر يلي حرر الخبر ويلي هو عن يكتب هاي المادة لأنه العنصر الأقوال الزاكرة ربما بدورة إلي أو فاطمة أو سوسن أو محمد يلي لا أنا من وجهة نظري والله شايفة أنه العنصر الأقوى بالنسبة لهدول العناصر هو اتفاقية التجارة الحرية رح أقول لك أنا معك صحيح ممكن تكون اتفاقية التجارة الحرية اتفاقية كتير قوية وكبيرة لكن دائما التوقيت والمكان هن أكتر حساسية بالنسبة للزاكرة بالنسبة للمتابع بالنسبة للمشاهد بالنسبة للمطلقي لأنه هو بيكون بالفعل متحمس ليعرف وين صارت هاي القصة يا جماعة طيب أمتى صارت بالضبط هاد هو اللي بدو يركز عليه المتلقي أو حتى المشاهد أو الجمهور بشكل عام إذن هاد هو وقالب العناصر الأساسية في عندي عنصر معين بركز عليه لكن أنا بكون يعني بركز عليه من ناحية التركيز إنه شوية اللي بيلقط بزاكرة المشاهد لكن أنا بركز على خمسة عناصر لأن الإجابة على لماذا ومتى وأين ومن هدول هن الأحداث لازم ركز عليهم بخبري قالب الهرم المقلوب ربما يلي ما لهم تستخدمين المواضيع القوالب بشكل عام ربما ما لهم منتبهين وهم يعرفون إنه في شيء اسمه قالب هرم مقلوب أخاس أن عندك سؤال تفضلي إذا ممكن خلق إلو علاقة كمان ترتيب الأسئلة بالمكان إحنا عم نشتغل فيه يعني لما يكون الموقع أو الصحيفة تركية إلو علاقة إنه إحنا نبدأ بإنه في أنقرة تم كذا كذا أصدق إنه نبلش بالمكان بأنقرة يعني بالكتوب تماما عندما يكون الموقع عم يشتغل معه أنا تركي بهمني إنه بلش إنه بتركية تمت الاتفاقية أو تم التوقيع مو شرط ببداية الخبر أبدا لا مو شرط مو شرط يعني إنا مثلا في أنقرة تمت يعني أصلا يعني أنت ربما بجوز كواحد بالمية بمرؤ معك هيك نوعية من الأخبار لكن يعني يفضل يبتدر الخبر بلماذة أو بمن يعني مين اللي ساوى الحدث مين اللي عمل هذا الحدث لكن بنص الخبر اللي هو سطر أو سطرين 99 فاصلة يعني مية بالمية لازم يكون أكيد يكون أنا عم ركز على الموقع وطبعا هذا بهمة للصحيفة إنه نحنا نركز على الموقع لأنه هي أصلا تركية لكن لا يشترط إنه أنا مثلا عم بس من إسطنبول والصحيفة تركية قول في إسطنبول تم توقيع الاتفاقية بينها كذا كذا لا أبدا ما بيصير بلش هيك لازم بلش بأحد الإجابة عن هدينك الأسئلة سواء يا مين اللي وقع أو لماذا تم توقيع هذا الخبر ربما يتم استخدام شوفي هلأ هاي في أنقرة وهدول الأساليب الثانية في عنا قوالب معينة بتخدم هذا الجانب ربما تخدمه لكن يعني برجع بقلك كتير قليل هذا الاستخدام ويكاد يكون نادر نادرا تمام طيب خلينا نشوف قالب الهرم المقلوب أهم عنصر في الخبر عنا قالب هرم مقلوب عندك هذا الهرم هذا والمسلس تمام انتو اعتبروه هيك مقلوب بأثر تمام هذا القاعدة والهرم ليك البوزة تحت طيب نحنا هذا قالب الهرم المقلوب نحنا حنبلش فيه بقى معناته هيك تمام وعنا هاي القاعدة هاي القاعدة شو من نبلش فيها هون عم يقولولك بدك تبلشي بأهم عنصر في الخبر تمام أهم عنصر في الخبر هون هون يا محاسن ربما يشفع لك أنه تبلشي في أنقرة قد يشفع لك هذا الشيء لكن مو بالمطلق وليس يعني يعني ليس من وجهة نظري ليس جيدا أنه تبلشي في أنقرة أو في اسطنبول أو في عنتاب أو في مصر أو في قايرة ليس جيدا أنه نبلش بهذا الأسلوب ليس هو العنصر صحيح هو عنصر ببلش بيضل على الآن بالذاكرة لكن احنا ممكن نختار عنصر المن وعنصر أيضا الليمازة بأنه نبلش في خبرنا حتى يكون عاطي عام يجذب أكتر ويعني اللب يعطي يعني يفهمني يعني شو بدي مثلا بدي أقول بأنقرة عاطيني شو صار بسرعة شو صار بدي أعرف شو صار مين اللي يساوى هذا الشيء لهيك نحنا عم نشتغل على هذا العنصر طيب الواقع الأم أو التصريح الأول تلخيص لهم الأحداث هون نحنا عم نقول عن مقدمة الخبر مقدمة الخبر أول شي لازم يكون فيه عندي مثل ما أن أهم عنصر في الخبر الواقع الأم هي يعني شو يعني الواقع الأم يعني مين يلي عمل الحدث ممكن يكون هذا هو الواقع الأم شو صار بهذا الحدث هو الواقع الأم ورح أحكي بلش بعد هاي القاعدة يلي قلت إنه شو صار أو مين يلي عمل الحدث ممكن انزل بعدها دغري مباشرة بالتفاصيل المدعمة وقائع الإضافية لحتى كمل في الحدث اللي أنا أخبركن عنه وإحكي عنه لكن هون شو عم يقلولك عم يقلولك إنه أنت لازم تبلش أو تبلش يا محمد ويا سوسن ويا بدور ويا فاطمة وإي أي حدا معنا موجود لازم تبلش بأكثر واقعة لها صدى وأهمية بالنسبة للمتلقي هلأ هتقولولي إنه المتلقي رح يختلف من وسيلة لوسيلة يعني مثلا يلي بيشوف يتابع وسيلة مثلا خليني أحكي عن عن الإعلام النظام وأعلام الإعلام المعارض وأعلام المؤيد هتقولولي إنه الإعلام المؤيد رح يبلش الواقعة تبعه مختلفة كليا هو نفس الخبر مثلا خليني أقول مثلا إنه المحاصيل تبع المنطقة معينة تم جني المحاصيل هذا هو خبري جني محاصيل المنطقة معينة من المناطق الموجودة في سوريا تمام هلأ تقولولي إنه الجمهور تبع هذا الطرف غير الجمهور تبع هذا الطرف وبالتالي العنصر الأكثر أهمية رح يختلف من هذا الجهة لحد الجهة طبعا وهذا مباع وهذا أصلا هون هون ملعب المحرر بأنه يقدر يصيغ المادة الأكثر أهمية بالنسبة للقارة للشريحة اللي هو عم يستهدفها من المنبر يلي عم يطلع منه من المنبر من الجهة يلي عم يطلع منه الخبر تمام فإذن فينا نقول إنه مثلا جني محاصيل منطقة مثلا خلينا نقول بمنطقة بدير الزور تم جني المحاصيل يعني والفلاحين بلشوا وحددوا سعر المحصول المعين اللي تم جنيه وبلش ويبيعوا بالأسواق بكيت كيت ممكن ممكن نفس هذا الخبر هذا مثلا الإعلام المؤيد بلش فيه ممكن قول منطرف تاني قول ارتفع سعر محصول كذا كذا بعدها أن تم عملية جنيه من قبل الفلاحين بلشت بحادثة اللي هي ارتفاع لأصلا أسعار المحصول الفلاني القمح أو الشعير أو لزي منه بالوقت اللي ممكن أاخد نفس الخبر لكن من وجهة نظر الوسيلة أنه أهم خبر عندهم هو جنيه المحصول وليس ارتفاع الأسعار تمام هيك لحد الآن هاي هي نحنا الهرم يلي أنا عم باستخدمه هذا قارب الهرم المقلوب يعني بوزة أو زروة الحدث رح تكون عندي من الأكثر أهمية للأقل أهمية لهيك البوزة هي اللي حتكون أقل أهمية وعم تكون آخر شي صار معي من أحداث الخبر عملولك بآخر شي بهي البوزة تبع الخبر اللي أنا بدي أحكي فيه هو حتكون معلومات سانوية وتلخيص ربما للحداث اللي صار عيوب الهرم المقلوب إنه بيكتب أسلوب واحد غير تشويقي وقارئه يكتفي بقراءة العنوان شو يعني غير تشويقي طيب يا أستاذها اللي عم تقلين أنه أنت عم تبشي بأهم حداث شلون عم تقولي غير تشويقي نحقلكون ليش لأنه القارئ مجرد ما أرى أول سطرين رح يكتفي لا المعلومات السانوية ولا التلخيص ولا الأفكار اللي تحت مظبوط ولا ممظبوط هاي هي أهم عيوب الهرم المقلوب وهي ليش في ناس بتستخدمه أو محررين بيستخدمه بشكل كتير دقيق وحذر لازم يكون الواحد منتبه لهي التفاصيل يستخدم عندما يكون هناك خبر مهم جدا لا يحتمل التأخير ويستخدم الجمهور قليلي الصبر مثل ما تقول لأنه اللي قارئ بيقرأ أو سطرين من هذا القالب اللي أنا هاستخدم إذا استخدمت الخبر بهذا القالب وبالتالي ما أكمل قراءة الخبر بشكل كامل ولا أعرف أصلاً قديش مباع مثلاً محصول الشعير أو اللي منه أو وين المناطق يلي وين هاي المناطق بالضبط اللي تم جني فيها المحصول هذا هو قالب الهرم المقلوب المعتدل يبدأ بمعلومة بتبدو أنها متسلسلة الأهمية ولكن أهميتها تكسب من مقدرتها على جذب انتباه القارئ مقدمة تشويقية لازم تكون موجودة بقارب الهرم المعتدل عنا هرم نظامي هيك تمام وعنا عم يقلولك أنه هذا هرم معتدل عم نبلش بمعلومة من وجهة نظر المحرر أنه هي المهمة وتتسلسل في الأهمية وليس يعني أنه هذا الشيء هي أنه خلص الأهمية فقط بأول سطر قرأته لا إنما هي عم تتصاعد بالأحداث وتترتب بشكل أوصل بالختام لشو يا حذركم أوصل لأكثر عنصر أهمية في الحداث ونختم بالزاوية أو بالنقطة الزروة في الحداث أو الخبار اللي عم بحكي عنه إذن قالب الهرم المعتدد العكس تماماً قالب الهرم المقلوب لأنه هون عم يركز على معلومة على حد الصار ولكن كل ما لو عم يكتب هذا الخبر أو عم يعطيني هذا العنصر عم يشدني للعناصر الثانية الأكثر أهمية وحتى أرى فيها كل الخبر وأوصل لختام الخبر طبعاً هذا بيستخدم للجمهور المتميز الضوّق وعيوبه أنه جمهوره قد يكون قليل الصبر لأنه إذا أرى أول ممكن القارئ يقرأ أول سطر ويلائي ما في شي كتير معلومة عظيمة ويحمل الجريدة ويسكرها أو يطفي التلفزيون ويقلب على قناة ثانية الهرم المقلوب مثل ما أنه بيعتمد على مقدمة مباشرة ما في عنده كتير يعني شد ما في عنده تشويق وإنما هو عم يعطيكي الزبدة يلي صارت ربما أكبر حدث أو أكبر حادثة أو أكثر عنصر بتحسي أنه أو بتحسي أنه هو لازم نركز عليه حطيته بقالب الهرم المقلوب طيب الهرم المعتد اللي حمي بيقول لكم بيركز على المقدمة الشفافة شو بيقصدوا المقدمة الشفافة المقدمة الشفافة هنا أنا بدي حاول مو إلنا نحن عم نقدم فبدي حاول يعني شدوا إرخي أعطي شوية تشويق وبنفس الوقت ما يعني وصل للختام لأنه في عندي بالختام كمان معلومات مهمة هذا هو المقصود بالهرم المعتدل أو المقدمة الشفافة في عندي قالب الحواري المتسلسل يمكن هو قبل آخر قالب من قوالب المدرسة ما بعد المدرسة المدرسة تقليدية أظن هذا النمجة مستخدم بكسرة في التقرير أقصد المعتدل نعم أنا معك يا محمد فعلا هو مستخدم عندنا مستخدم هذا النموذج بالتقارير بشكل مكسف يعني بيحاول لأنه التقرير يضل يشد يعطي دائما سلسلة من المعلومات سلسلة من المعلومات سلسلة من المعلومات زخم بالمعلومات لحتى بتحسي بالنهاية أنه هو قالك وهون مثلا مؤخرا تم توسيق على حصول اتفاق بين الطرفين المتصارعين وانتهى الخلاف فرضا يعني ممكن نوصل لهذا الحد من التقارير أو لهذا الحد من اسلوب الصياغة الإعلامية لمادتنا اللي عملتنا ولو القالة بالحوار المتسلسل هو من اسمه حواري ومتسلسل عم يسرد الخبر على الناس بترتيب من الأقل أهمية للأكثر أهمية ليشبه إلى حد ما الهرم المعتدل لكن هاد عم يركز على التسلسلية بشكل أكبر يعني عم يحاول يعني يفصل أكثر بالعناصر الخبرية لحتى تقدري أنت تدرجي تدريج أو تدرجوا بتدريج بهدول المعلومات لحتى توصلي للزبدة لأنه نحن هون عم نوصل بالحواري المتسلسل كمان أيضا الخاتمة عم تكون هي العنصر الأكثر أهمية بالخبر طيب حنشوفها لنحن اللي بعدها قارب الكرونولوجي طبعا من اسمه حسب التسمية بالإنجليزية أيضا هو القالب الزمني شو يعني القالب الزمني؟ هون أنا الأحداث عندي عم ركز على عنصر الزمن يلي عم ركز على عنصر متى يعني أنه مثلا بضل بسرد الحداث وبقول أنه هيك صار بهذا الزمن هذا الحداث وكان مثلا برجع بالخلفيات الخبر عم بقول أنه أنه صار نفس هاي الحادثة لكن مثلا على اتفاقية التجارة أنه بزمناته كمان من شهرين تم الحديث شوفونا بحكي من شهرين أنه صارت نفس هاي الاتفاقية لكن بالدولة الفلانية مع نفس الدولة الشريكة الأخرى مثلا بين تركيا ولكن هالمرة مثلا إيران برجع بقول أنه ويذكر أنه أيضا طبعا مو يذكر أنه هنا ما بتحكي بس فقط خلفيات بدي أعطي معلومات متعلقة بصميم الحدث لكن ركز على الجانب الزمني سواء بتفصيل عن الاتفاقية بحد ذاتها أو عن عناصر أخرى متواجدة بالخبر أيضا ربما الزيارات بين الأطراف الزيارات التركية الأزرية ربما نوعية الاجتماعات التي تحصل الدورية أصلا بين هدول الطرفين هدو كلاتهم باخدهم من الناحية الزمنية قديش بتصير هالاجتماعات بشكل عام أمتى هاي الاتفاقيات بتصير كله عن بعض في أخبار بضوء هذا القالب أو حتى أيضا ربما تكون مادة تقريرية أو نوع آخر من أنواع الرأي أو أنواع الموازن الإعلامية هلأ مدرسة المطورة عن التقليد أنا ما رح أحكي فيها بقى خلاص بيكفي لأنه صار ما شاء الله سبعة ونص ونحن عندنا هيكل وقت داهمنا لكن بدي بأدول إن شاء الله بحكيكم ياهم بكرة أو بعد بكرة بركي حسب ما نحدد أنا برأيي نكمل فيهم ونكمل بالخبر وخليكم الجلسة الثالثة هي السياسة التحريرية تمام هلأ أنا بدي ناخد هلأ منكم كلمة أخيرة طبعا عندكم وظيفة وظيفة ما تفكروا هي يعني يعني مجبرين أو يعني أنواعنتوا يعني هيكي ملزمين فيها وإنما نحن من باب إنه خلق جو تفاعلي لحتى أنا بدي ياكن أنتوا يعني حتى لو ما جبتوا لي ياهن بدي ياكن تنتبهوا حتى لو ما جبتوا لي وظيفة بكرة وهوّنتوا علينا موضوع بدي ياكن وإنتوا عم تحاكموني هلأ تروحوا على جوجل إذا فرضا ما كنتوا جايبين الوظائف اللي عم بيلكون عليها وتدوروا وأنتظركم لابن ما تجيبوا لأنه نحن هون بدنا نشتغل بدنا شي عملي ملموس نطبق ما بدنا نضل بس نحكي هيك والنظير تمام هلأ محمد عم يقللي إنه نحن بدنا يكون بعد الخمسة هلأ أنا للأسف بكرة عندي موعد الساعة 6 وابدي قبل بساعة أطلع من البيت لأنه مشوار بتاع في اسطنبول ومسافات وكذا فبكرة ما رح أقدر معناتها نعمل الجلسة بركي بنعملها الجمعة الجمعة أنا ما عندي شي بتكون الخمسة بتكون المساء ما بتفرق ما عندي أنا أبداً أي شي مثلاً طيب أنت عم تقولوا الجمعة الجمعة بتكون ساوية مثلاً 6 من الـ 6 للـ 8 تحت أقصى إذا ما عندكم مشكلة ياريت تقولوا أوكي أو تبعتوا أوكي ساعتها لأنه نحن هيك بنكون كتير تمام تمام والله هاي تسعية محاسم بيكون شوي عندي صعب لأنه بتعرفي يعني زوجي هون وبيكون في عندي ارتباطات شوي فمنحاول نخلص 8-8 ونص بيكون كتير ممتاز إذا مبدئياً خلونا نتفق خلاص صلة جمعة من الـ 6 للـ 8 رح نعمل إن شاء الله جلسة ومنرجو عم نتفق على موعد تاني بما يتناسب معكم إذا بتحبوا سبتوا أحد إذا معطلين كمان بنعملوا ما في مشكلة منضبطوا هيك التوقيت بيكون يوم جعل بس بكرة أوف انتو اعتبروه عطلة ما خيم خوش شو أخذنا اليوم أخذنا نحنا أنواع التحرير عرفنا شو يعني التحرير إعلامي وشو يعني تحرير صحفي أخذنا أنواع التحرير أنواع المواد الإعلامية اللي هنن النوع الإخباري النوع مواد الرأي والنوع الاستقصائي انتقلنا بعدين فصلنا شوي هيك باختصار أخذنا شو يعني الفرق بين هدول الأنواع بلشنا نحكي عن الخبر شو يعني هذا الخبر حكينا عن قيم الخبر اللي كتير مهم تكون موجودة بالخبر واللي الناس للأسف بتحرر بدون ما تعرف أنه أنا لفعلاً لازم أبرز قيمة الصراع لازم أبرز قيمة الشهرة لازم أبرز قيمة الآنية هدول القيم كتير مهمين سيمات الخبر كمان لازم نعرفها وإن شاء الله أنا برافو عليكي محاسم فكرة كتير مهمة هلأ في عندي أنا رابط في عندي جروب على شلون فيني أنا بعث الكونيا هون ما بعرف هلأ بدي جرب بدي إبعاث لكون هاتوا نشوف إذا بقدر إبعاثها هلأ مباشرة أنه أنتوا فاتحين طيب يعني بتصور إن شاء الله هلأ هيك نحنا عملنا كتير شي مهم يعني اشتغلنا على شي مهم كتير هي الجلسة تعريفية وأنا بصراحة كنت متوقعة أقل من هيك ياخد معنا وقت بس مش هي ما شاء الله الوقت هلأ في عنا المطلوب منكم نسخ شوفوا نسخ أي خبر من أي من المواقع الإلكترونية الإخبارية نسخ أي خبر من أي من المواقع الإلكترونية الإخبارية ممكن تروحوا تدوروا عليه بوكالات الإخبار العالمية الأجنبية رويترز تعرفوا في رويترز في إلها قناة في إلها موقع إخباري عربي في عندك وكالة الأناضول في وكالات كتير عالمية وأيضا ممكن تخديم من أي موقع من المواقع الإخبارية سواء كان الجزيرة العربية حاولوا حاولوا يكون تابع لقناة مشهورة شوي لحتى نقدر نحنا نحكم بشكل حقيقي عن على هذا شو اسمه على على هذا الخبر وكيفية استخدامه للقالب ما هو القالب المستخدم فيه وشو العناصر المكونة في هذا الخبر وإلى أي من المدارس يعود طبعا أنتو نحنا هلا نحنا أخذنا بس القالب المدرسة التقليدي ممكن توجوني أنتو الخبر وأنا ألكن شو أي قالب بعود بس أنا بدي منكن اتحددولي شو هنا العناصر اللي تم استخدامه في هذا الخبر تمام إذن خبر ممكن هذا الخبر يكون خمس سطور ممكن يكون ميتين كلمة ممكن يكون هيك إياسه ممكن يكون طويل ممكن يكون قصير يعني بغض النظر هلا عن إياس وحجم الخبر يلي حتجيبوه لكن بدي يكن تجهزوه وتقولولي تقولولي هون استخدم عنصر من هون استخدم عنصر لماذا هون استخدم عنصر متى هون استخدم عنصر أين هدول بدي يهون بشكل كتير ضروري لحتى نقدر نحن يعني عن جد نحس حالنا أنه اشتغلنا شي واستفدنا بهي المحاضرة لأنه هاي محاضرة الخبر هي الداعم هي القاعدة الأولى لجلساتنا الجاية تمام إن شاء الله هلأ أنا بتصور نحن هيك خلصنا منكون محاضرتنا أي حدا عنده سؤال أنا بس قبل ما تسكروا رح حاول سكر سكر وروح شوف لكم الرابط اللي بتقدروا أنتوا من خلاله تفوتوا على جروب الفيسبوك جروب الواتساب ياللي إذا حدا عنده أي سؤال ياريت يجاوب أو ياريت يطرحوا يستفسر على السريع بس انتظروني لبينما أبعث لكم رابط الواتساب لحتى أنتوا مباشرة تنضموا وتدخلوا على هذا الجروب تمام رح شوف إذا منقدر دعوة إلى المجموعة نسخ الرابط أوكي شوفوا إذا هيك بعدت لكم يابي يمشي الحال يا ترى هلأ وصلكم على وإذا وصلكم وظبط بس أعطوني أوكي لحتى أعرف أنه هنا الأمور تمام تتبعنا عم تنضموا أنتو وليس ياريت ياريت يا محمد ياريت والله العظيم ياريت أننا والله أنا بتأمل أنه يكون في بعد هاي الدورات فرص عمل وإن شاء الله يا رب أنا بحاول أنه يكون في عنا هيك أي شي أي حدا أنا بصير ببالي أنتو أسمائكم أي حدا أدر يعني أي حدا مثلا حسب كفاءاتكم بكرة أنه عن جد إن شاء الله تمام أموره تمام وتجاوز أمور التحرير بصير أنا ممكن زكي أسمائكم عند عند أحد اللي بعرفهم من رفقاتي الصحفيين أو حتى رؤساء التحرير والأخبار تمام أموركم هيك أنا بتصور أنتو عم تنضموا هلأ بشكل تمام في حدا عنده أي استفسار إن شاء الله جلسة بكرة ما في حاولوا طلعوا الخبر يلي تلكون عليه ويلي بيطلع خبرين يعين بيكون كتير ممتاز وإذا يلي بحس حاله أنه كتير عنده وقت وكتير حابب يشتغل بسرعة ممكن نفس هذا الخبر يقول أنا جعبالي بلش فيه بهذه الطريقة صح ولا مو صح تمام وهذا الحكي حصرا وين ما حاسم ما حاسم راحت ما حاسم بدي إياكي هذا الخبر اللي انتي بتطلعيه نفسه ترجعي تكتبي لي وحتى مين كان محمد راح محمد محمود عفوا نفسه هذا الخبر تكتبي ليه بطريقة تضمن العناصر اللي عندنا ياها العناصر الأساسية تمام هيك بيكون أنا ما قدرت ما قدرت أنضمن الرابط لا أعرف ليش بعطي لي طيب رقميك على الخاص على الخاص على الزوم فيه على الزوم فيكي تبعطي على الخاص إذا بتعرفي طيب ثواني شوي إذا معرفتي رح حاكيكي أنا شوف إذا بقدر ثواني محاسن هلأ الباقي كل الأمور تمام كلها تكون ضميتوا ما هيك يا شباب دقيقة شوي ما حاسن رح حاكي لكي لأكين مرحبا هلأ من هون بعطي رقمك بصور رسلتك الـ حاكي بصور رسلتك هلأ بصور رسلتك محاسن هلأ بصور رسلتك عليك الجلسة الجاية أنس كمان بدي تعرف عليك الجلسة الجاية الله يسعد أوقاتكم وسلامات يا تساك الله يعافي